أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب للحق فاعبدنا مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعودهم إلا ليطربونا إلى الله زرفا إن الله يحكم بينهم فيما من فيه يختلفون إن الله لا يهدي من وكاذب وكفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخرق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القمهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفسه واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أماتكم خلقا من بعد خلقا في ظلمات ثلاث ذلكم الله وربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غلي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزروا زرة وزر أخرى ولا تزروا زرة وزر أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بلا تصدور وإذا بس الإنسان ضروا دعا ربه بنيبا إليه دعا ربه بنيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه ونسي ما كان يدعو إليه من طبل وجعل لله أندادا ليضل على سبيله قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو طالت آلاء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسانا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسانا وأرض الله راسعا إنما يوفى الصابرون أجرم بغير حساب قل إني أمت أن أعود الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إلا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شكتم يا دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فلتقون والذين اجتلموا الطابوت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبدلية لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مدنية تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله وعد الله ما يخلف الله الميعاد أن ابتر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فترى مصمرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك نذكرى لأولي الأنهاب أفما شرح الله صدره للإسلام فهو على نول من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا وتشابها مثالية تقشع الرمي تقشع الرمي وجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك أود الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير بيعوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم بما كذب على الله وكذب للصدق إذ جاء أليس في جهنم مثلا للكافرين والذي جاء للصدق وصدق به أولئك هم المتقون أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يغلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من نظر أليس الله بعزيز في انتقام ولئن سابتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة ألن موسكات رحمتي قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزين ويحل عليه عذاب مقيم إنا أعزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن احتدى فلنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بركين الله يتعفى الآفس حين موتها والتي لم تمت في ملامها فيمسك الذي قضى عليها الموت والرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم انتخذوا منها دون الله شفعانها قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعتلون قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوه الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إلىهم يستباشرون قل اللهم فاعتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستغزمون فإذا مس الإنسان ضره دعانا فإذا مس الإنسان ضره دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل لي فتنة ولاتن أكثرهم لا يعلمون قد قالوا هم الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيدهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقومهم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تطنقوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تطنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأناكم لا تشعرون أن تقول نفسي حسرة على ما فردت في دمو الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله مداني لكونت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي بلى قد جاءتك آياتي فكلبت بها أكلبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم نفعل المتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحسنون الله غالب كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الفاسرون قل أفغير الله تأمروني أعرض أيها الجاملون ونقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عمالك ولتكون أم من الخاسرين بل لا نفع مدرك من الشاكلين وما قدر الله حق قدرك والأرض جميعا طبطته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه 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 وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينفرون وأشربت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء من نبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يغلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زبرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زبرا حتى إذا جاؤوها حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم ويوضرون لكم لقاء لومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فمئس مثر المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طلتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض لتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة هافين من حول العقش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة